بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا الكلام اللي احنا قلناه بارح عن أعداء الحياة وأعداء الفرح والسعادة والسرور خلينا نتكلم شوية عن حاجات مهمة جدا جدا لازم ننتبه إليها عشان نجفف المنابع دي وبدري عشان نقدر نعمل حالة من حالات الوقاية في المجتمع والوقاية في الحياة ولزيك الجليس اللي هنجلس معه النهاردة هو جليس مختلف شوية الجليس ده فيه ناس كتير بيعمله من غير ما بتدرى وأنا أظن أن أهم مصدر من مصادر التطرف هو اللي بيجلس مع الجليس ده الجليس ده بيكاد يكون من أكتر الجلساء اللي ممكن يحوله الإنسان إلى وحش ويا سلام بقى لو الجليس ده بيتعمل من غير ما الإنسان يكون دريان ممكن؟ ممكن الجليس ده هو جليس إيه؟ جليس الهدم أن يكون في حد بيمارس مهنة الهدم يعني يبقى مقاول هدد يعني كل اللي عنده أن يهد يكسر في اللي قدامه فيه ناس ممكن كده آه ده كتير قوي في حياتنا كتير في حياتنا وهم مطيف وأنواع هنحكي عنهم دلوقتي بس أنا إيه اللي خلاني بتكلم عن الهدم النهاردة وخاصة هدم الإنسان وإحنا بنتكلم أمس عن المتطرفين والإرهابيين اللي بيحاولوا يعملوا إيه؟ يقضوا على الحياة لأن الهدم بس مش أنك تهدي بيت لكن أن أنت تهدي معنى زي ما كان هو عايز يهدي معنى أنه هو يهدم الرافع للمياة اللي بيجيب الحياة يبقى هو إيه اللي حاصل؟ يبقى هو ببساطة خالص هو عايز يهدم المعنى هدم المعاني هو أسوأ أنواع الهدم وعشان كده شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيعلمنا إزاي نقاوم وإزاي نمنع هدم البناء المين حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال الإنسان بنيان الله ملعون من هدم بنيان الله يبقى إيه لا يحصل؟ تعالوا نشوف الحديث من أوله إيه لا حاصل؟ الإنسان بنيان الله يعني إيه؟ الإنسان ده اللي بناه مولانا سبحانه وتعالى هو قال هنا إيه؟ الإنسان فالإنسانية اللي جوانا اللي بنيها الله سبحانه وتعالى الإنسانية اللي هي الفطرة ودايما لازم نعرف في الحديث ده ما حدش هيهد حد غيره ما هي بتنخصم منه إنسانيته ولذلك تلاقي اللي بيهدم ده في الغالب بيهدم بدم بارد الإنسان بنيان الله ملعون من هدم بنيان الله ليه ملعون؟ لأن الإنسان اللي يحافظ على بنيان الإنسان هو ده الإنسان الرحيم فاكرين حديث رسول الله صلى الله اللي قال فيه ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الأرض فلا تهدموهم لأن الهدن يساوي إلقاء الإنسان في النار نار العدم نار اللاشيئية ولذلك هم كانوا عايزين يهدونا بس إحنا ما بنتهدش ما بنتهدش ليه؟ لأن نحن بنيان الله إحنا عايشين بقوله تعالى فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين إحنا بقى عايزين نشوف الهدم ده اللي بيمرسون الناس في حياتنا أصدر الهدم ده لازم يقف عشان ما نوردش متطرفين وإرهابيين في حياتنا فلازم الهدم ده يقف لأن الشخص اللي بتعود على الهدم ده بيتعود على إن إنسان ما لهش قدسية إنسان ده ما بيساويش حاجة فلو فجرته لو تخلصت منه لو دست على قلبه لو كسرته ما فيش حاجة ما عنديش مشكلة وعشان كده تعالوا نشوف أشكال الهدم أشكال الهدم كتيرة ووسائل الهدم كتيرة أول شكل من أشكال الهدم إن أنا أهدم في الإنسان الفطرة إن أنا أهدم في الإنسان فطرته وده على فكرة بيبتدي من بدري لما ييجي طفل ويعمل حاجة كويسة فأبتدي أقوله إيه التفاهة دي إيه الشيء اللي مالوش لازمة ده وأهدله كل حاجة لما ييجي طفل يلعب لعبة فأهدهله لما ييجي ابني حاجة على الرمر أهدهله فأهوده على إن الهدم ده شيء طبيعي بيلمرسوا طول حياتنا في كتير من الأباء للأسف بيبقوا هم أكتر مموّدين للتطرف والإرهاب لما يعملوا إيه بقى لما يتعودوا على إن هم يربوا أولادهم عبر الهدم إزاي عبر الهدم ييجي ابنه مجتهد وعمل شيء وهو منتظر جاي على والده بالفرح وبالسعادة وعايز والده يكافؤه فيقول له إيه ده إيه اللي أنت بتعمله ده إيجي إيه لحب إيه اللي أنت عملته ده ما يسويش حاجة ده أي إنسان تافي ممكن يعمل اللي أنت عملته ده فالولد يحس إن كل اللي بناها كل الساعات اللي قاعد فيها يزاكر يتهدد عارف كده حضرت النبي لما كان قاعد سيدنا الحسن والحسين على رجله وكان بيقبلهم كان بيبنيهم حضرت النبي كان بيعلل بناء فيهم ليه؟ كان بيعلل بناء بالرحمة والمحبة وهو بيجمعهم وعشان كده شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الأعراب يقال له أتقبلوا أولادك يا رسول الله يعني وكأنه مش واخد باله إن حضرت النبي بيعمل إيه؟ بيبني فيهم أول عنص من عناصر الإنسانية الرحمة فبيقبلهم عشان تنتقل رحمته حضرت النبي إلى قلوبهم فيصبحوا رحماء القبلة بتاعت حضرت النبي على خد سيدنا الحسن والحسين ما كانش مقصود بيها بس إنه يبين لهم إنه يحبهم لكن كمان بيبين لهم إن الحياة مبنى على الرحمة مبنى على الأمان فكان بيقبلهم فلما الراجل جيه وقال له حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أنتقبلوا أولادك يا رسول الله إني عندي عشرة من الأولاد ما قبلت واحدا منهم قط فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم عرف وأراد إنه ينبه الرجل فقال ماذا أفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك أنت بتحسش بتعايشهم في تهديد وبتمنعهم من الأمان على فكرة أنت بتهدهم وأي حد هايز تهده امنع عنه الأمان ولزيك أنت عارفين كويسين جدا 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 إزاي بتعمل ده في حياتنا بتعمل ده في الشغل إزاي لما واحد بيحب يهدد واحد لما يحب حدي يهد واحد دايما يحسسه أنه لا لا على فكرة أنت احتمال كبير جدا يمشوك من الشغل أنت احتمال جدا 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 يحصل عليك خصومات أنت احتمال جدا جدا ما تقدرش تتواكب مع التطور جديد في الشغل فيحس الشخص أنه إيه بيتهد وسهلات إحنا بنقول فيه واحد بيهدت واحد هو على فكرة مش بيهدته يعني بيهد بيخليه يعد وما يشتغلش ويكسل لا ده بيهده اللفظ الصحيح إنه هو بيهده يبقى بنعمل كده في أسوارنا ويا سلام بقى لما يحصل ما يسمى بالهدم اللي انتقامي يبقى فيه هدم بيسموه هدم ترباو ولا فيه هدم ترباو ولا يحزن ما فيش حد بتربى بالهدم على فكرة عمر ما شفت حد بيتربى بالهدم ما فيش حاجة بتهدها عشان تتبني ده اللي بتهده انت بتكسره وبتخليه غير قابل لهذا الأمر فيه الهدم بقى اللي هو إيه الهدم الانتقامي إيه الهدم الانتقامي ده واحد إيه اللي حصل أساءل واحد فيهده أو حس إنه هو خد مكانه فيهده ويبتدي يحاول بقدر إمكان إنه هو يوصله إلى أدنى مستوياته عارفيني اللي بتمارس الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته ده هدم الانتقامي يا سلام بقى لما كل واحد فيهم يبقى عارف وجيعة التاني يا نهار بيض فيفضل يقول له ايه على فكرة عشان هو مرة جاء لها إنه هو في الحقيقة ما بيقدرش يتعامل مع الضغوط وبيحس إنه هو لوحده وبيحس إنه ما لوش أصحاب فتيجي هي تهده بقى تقوله ما انت لو كنت إنسان محترم ما كنتش فقدت كل أصحابك فتهده تهد فيه معنى الاحترام تهد فيه معنى الرجولة فيحس إنه وطاه وضاع كمان هو لما يقول لها انت فاكره نفسك إن انت واحدة ست هو أعوذ بالله على ده هد وعشان كده أكبر معوة من معاول الهد حضرت النبي حذرنا منه قالي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقول لكم حضرت النبي اللي قعد مع كلامه والنظر إليه حاجة كده تشرح الصدر وتغسل القلب من وحشته وتغسل القلب من سواده قالي حضرت النبي إن الرجل لا تكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهو به في النار سبعين خريفة ليه؟ آه ده عشان ملعون من عدم بنيان الله آه ملعون يعني إيه؟ ما ترود من الرحمة وعشان كده بينزل سبعين خريفة فلازم كل واحد فينا يفهم فاهم كويس جدا إن الهدم ده ممكن واحد يحصل واحد يهدم واحد من غير ما إيه؟ من غير ما ياخد باله عشان كده إلا حاصل سيدنا أبو بكر بيقول إيه؟ بيقول لم أرى شيئا أحوج إلى طولي حبس من هذا ويمسك لسانه سيدنا أبو بكر على فكرة كان كلامه بيتعد بنعد كلامه واخد ده رشف رشفة من جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعشان ما يهدش حد كان بيعمل كده شوف حضرة النبي لما منع لهدم إزاي؟ فيه واحد بقى بيعمل لهدم إيه بقى؟ إصلاحي أنا بقى هده عشان أصلحه آه ييجي يعمل لهدم دوته ويقولك إيه؟ أنا بصرحه بحقيقته عشان يتغير تصدق أنا كده معرفتكش إزاي يعني؟ موجير راجل بيقول للصحابة اللي مجرود في شرب الخمر فقال ليه؟ ما زالت نفسه تتقلب عليه حتى يأتي فيجلت كالكلب فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم رفض رفض إن حد يهدم حد بقصد النواة يصلحه فقال له إيه؟ لا تكن عونا للشيطان على أخيك اسكت لا تكن عونا للشيطان على أخيك فإنه ما زال شوف حضرة النبي بنات إزاي بقى؟ يعني هو إصحابي جاي بيهد وحضرة النبي رحباني قال ليه؟ فإنه ما زال يحب الله ورسوله ما تهدوش وما تسلموش تسليم زي ما بقوله كده تسليم أهالي للشيطان أنت لما تقول كده أنت هدمت خلاص هدمت الإيمان هدمت المؤمن اللي جواه وسلمت للشيطان وفيه ناس بقى عندهم بيهدموا الهدم النوع الأخير الهدم اللي هو بالهدم بالدم البارد اللي هو الهدم برضو من الهدم الانتقامي بس فيه هدم العداوة بقى العداوة ده مش الانتقامي بقى مش فيه حد عمل في حد حاجة لا هدم العداوة اللي احنا شفناه مع المتطرفين والإرهابيين لما بيهدموا الفرحة يهدموا ثقة الناس بيدنهم أنا شفت فيديوهات عجيبت الشكلة غريبة منظر واحد مصر على أنه هو يخلي الناس كلها غلطانة وخلي الناس كلها آثمة ويدور للإسم ده ويصور الناس وهي آثمة طب أنت بتعمل إيه أنت بتفضح الناس لأ هو مصر على ده المشكلة أنه هو مصر على ده وبيعمل إيه بقى بيتكلم بحديث الرسول اللي يصلى النفس حد حد يخرج وقل له أنت بتقول الناس دي طعصاء أنت مرتكب كبيرة أنت مفتري على الله أنت فترت على الله لما أنت حضرتك تكلمت في الدين بغير علم ولذلك أنت إنسان مفتري على المولى سبحانه وتعالى أنت بالضبط إنما شفاء العيي السؤال أنت دع عليك حضرة النبي قال له إزاي قال قتلوهم قتلهم الله إنما شفاء العيي السؤال أنت كده بتهد الرجل ده قال إيه عشان تصلحه أنت متبديوش عشان تصلحه أنت كده بتوصمه آه خلينا أقول لكم حاجة حلقة دي أنا عندي غرض منها إن إحنا يبقى فيه حاجة جديدة في الخطاب الديني إيه الحاجة الجديدة في الخطاب الديني؟ إن يبقى فيه حاجة اسمها الخطاب المقاوم للوصمة تعالوا نمسك كده بقدين بعض ونعمل مجال جديد للخطاب الديني يتكلم فيه مقاومة الوصمة يعني مقاومة هدم الإنسان لأن أنت لما توصم إنسان أنت خلاص أنت كسدتوا لدرجة أنهم مش يقدر يقوم تاني يا رجالة ويا ستات في البيوت أستحلفكم بالله بلاش تكسروا بعض أنت مش بتعمل تسوية في المراكز القانونية أنت لما بتهدي زوجتك عشان هي وأخدش هادة أكتر أعلى منك أنت كده مش بتساوي ما بين المراكز القانونية أنت بتكسرها وهي بتفتكرك أنت وجعتها بدم بارد وأنت ما كانش أهمك غير أنك أنت تشوفها متساوية معاك وإنت كمان لما كسرتيه لأنه قاعد يا تعالى عليك بأنك أنت مش نفس المستوى الاجتماعي وإنت قاعدت طلعي له أخطاءه أنت هدديه هدديه مش التساويته مع بعض والجناية كلها بتعود على الأسر كلها أقول لكم وأول ما تعود بتعود على القلوب اللي بتسود نعمل إيه طيب قلنا تعالوا نأسس حاجة مهمة جدا مبادرة اسمها خطاب مقاومة الوصمة عايزين نعمل إيه؟ نقاوم الوصمة وصمة المطلقة الله يبرك فيك الله يعزكم ما تزلوش حد بالوصمة وصمة الإنسان اللي ليه لون مختلف عن لون تاني وصمة اليتيم وصمة مجهول النسب اللي احنا سميناه كريم النسب وصمة الشخص اللي هونده اضطراب نفسي وبنزود الاضطراب النفس عليه وندوس عليه بدم بارد لغاية ما يوصل إن هو يروح ينتحر إحنا أكيد ممكن نوصل لإن نحن نبقى مشاركين له في الإسم ليس هناك شخص بيقوم بالوصمة إلا وقدر ارتكب كبيرا اوعى تنبزه ابنك لاحظ لا تنبزه بالألقاب بئس الاسم الفسوق ده فسوق اوعوا تتنبزه توقفه عن الوصمة ولازم إحنا كلنا كل اللي بتكلمه بيت الخطاب الديني كله لازم يتكلم عشان يقضي على الوصمة لازم نتكتف دلوقتي عشان نقضي على الوصمة ليه الناس ما بقتش مستحملة هدم احنا بنبني واحنا عندنا خطة واستراتيجية ان احنا نبني الإنسان مش هينفع نبني الإنسان وعندنا خطابات للوصمة لازم تتوقف خطابات الوصمة عشان نقدر نبني وده خط جديد لازم نتبنى القضاء على خطابات الوصمة بكفة صورة ونعلم أولادنا اوعى ترسم حد بوصمة اوعى تيجي تقول على الطويل أهبل ما تقولش كده اوعى تقول على القصير قزع كل ده هدم ويفضل الناس مش قابلين نفسهم لان احنا وصمناهم ارفضوا ده وعلموا أولادكم رفض ده قبل ما نتكلم على التنمر احنا عايزين نتكلم على الوصمة الوصمة هي المصيبة الأكبر من التنمر احنا الاتنين مصيبة بس عايزين نتكلم على المصيبة الأكبر الحاجة التانية عشان نقدر نعمل ده ده كل اللي بيكلم في خطاب الدنيا واحنا بقى بينا وبين بعضين نعمل ايه ممكن نرجع سنة غائبة عندنا اسمها سنة الامتنان سنة الامتنان لما حد يجيب كوباية مية لحد يقولوا انا ممتن للك ان انت جيبت لي مية تخيل اننا لما هرتوي ده هيكتب في ميزان حسناتك تخيل ده هيحصل ايه في القلوب تخيل الناس مع بعض هيبقى شكلهم ايه اظنوا هيبقى شكلنا اجمل بكتير واحلى بكتير وهيبقى الحاجة الصغيرة دي ممكن تنقذ انسان من انه يروح يأذي نفسه بحاجة سيئة انا اعرف ناس كلام حلو كتير قوي وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال وقول عشان كده الله سبحانه وتعالى قال وقولوا للناس حسن الكلمة الطيبة دي انا دايما بقى اسمي الكلمة الطيبة مش بس صدقة كما قلت صدقة ليه لان الكلمة الطيبة نجاه حاولوا تنكوا الناس بالكلمة الطيبة امتنوا لبعض تالت حاجة لو سمحتوا عشان نقدر نتخلص بقى من الهدن كل واحد فينا قادر يحط لابنا في بناء انسان بانه يكشف له شيء جميل فيه دلوا بعض على الحاجات الجميلة في بعض قلوا ايه الشيء الجميل فيه وبكده يبقى وضعت لابنا في ده انا اقول لكم حاجة اذا كان المساجد بيت الله والانسان بيت الله اي البيوت اولى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا انهدام الكعبة حجرا حجرا اهو انه على الله سبحانه وتعالى من قتل مرئم مسلم الانسان هو البنيان الاكبر لله سبحانه وتعالى طب نعمل ايه بقى اذا كنت انت لو بنيت لله مسجدا ولو كم يفحص قطاه بنى الله لك بيتا في الجنة فاذا بنيت انسانا ماذا سيكتب لك الله في الجنة انت شاركت في بناء البيت الاكبر لله وهو الانسان تعالوا كنين نضع ايدينا في ايدينا بعض ونخرج احلام فينا انا اوعدكم وانا مجرب ده لما تخرج احلام في الانسان يكشف الله لك عن جمال الرحمن في كل مكان اذا اردت ان تعيش في الجمال فانر الطريقة للناس ليروا الجمال في كل حال يا رب جعلنا من اهل الجمال اللي دايما بننصر الجمال في نفوس بعضنا ونكون عونا على انفسنا الامارة بالسوء عشان تدخل على مولانا من باب الجمال بعد الفاصل نلتقى بحضراتكم عشان نجاوب على اسئلتكم المباركة رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي احنا بتلقى عليها اسئلتكم وكمان ترشحتكم لحلقات الجليس وكمان بنتواصل وبنصعد جدا جدا بتعليقاتكم اللي بتخلينا نحس ان احنا قدامنا باب من اوباب النور نوصل به الى رضا الغفور سبحانه وتعالى اول سؤال عندنا النهاردة من السيدة امو احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله حضرتك انا عندي دقل على 80 سنة وعندي ولد عنده 49 سنة مضمن مخدرات اعليقته في كل المستشفيات وما فيش فايدة وبيضربني وبيبهدلني وبيسرقني وبيكتفني عشان ياخد مني فلوس وانتردته في الشارع يبهدل الناس في الشارع ياخد منه مفلوس بالعافية ومش عارف اعمل ايه عالد حضرتك تواجيني اعمل ايه اعمل ايه بعد الامر ده كل ما عليش يا حاجة ما عليش يا حاجة امو احمد بس يا حاجة امو احمد انا عايز اقول لي حضرتك حاجة اولا مسألة الادمان دي مسألة بلاء لازم نعرف ان هو بلاء زي وزي المرض على فكرة اكتر الناس بتتعم في الادمان الشخص لما يجي انما يجي نكلم واحد مندمن فيقول طب انا عملت ايه ده انا لو ضريت انا ضريت نفسي كلام ده كذب اهي حاجة امو احمد اكتر ناس بيتعبوا في مسألة الادمان هو الاسر اللي محيطة بايش شخص ده المدمن بيخلي فيه وصمة المدمن وهو بيخلي فيه وصمة بيخلي الناس بتحس بالوجع كمان هو ساعات بيمارس كل السلوكيات اللي انتوا سمعينها دي حاجة امو احمد انا اقولك تعمل ايه اول حاجة 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 امو احمد انا مش متصور ان انت وديتيه كل المستشفيات انت ودي دي كل مستشفيات غصبا عنه احنا محتاجين حد يكون قادر يخلي احمد او قادر يخلي ابن حضرتك ماذا يختار ان هو يروح يتعالج وده مش هيحصل غير حد فيه ناس كتيرة وفيه ازن رابطات والتحادات ومن الناس اللي كانوا مدمنين وتعافوا فابن حضرتك محتاج حد يكلمه من الصنف ده من الصنف اللي هيقوله هيحصل ايه لما تحصل الانتكاسة هيحصل ايه لما يحصل ينزل في الزحلية الزحلية دي تنويه يحصل كده ينزل ويروح نازل ويدخل في المسألة دي هو محتاج حد يكلمه على ان ازاي هيقدر يقاهم محتاج حد يقوله مين اللي يروح له عشان يسنده لما يجي يقع فاول حاجة انا بقول لحضرتك شو في حد من اللي خاط بالتجربة دي وموجودين هتلاقيهم موجودين والحاجات دي موجودة الروابط دي والناس دول موجودين يكلموا احمد لاني على فكرة الادمان من اكتر الحاجات اللي ما بتتعالجش غير بالارادة فهو لازم يكون عايز يتعالج ازا كنا عايزين نخلصه من الادمان طبعا في حلول قاسية مش هقدر اقولهالك ان حلول قاسية بتقولك خلاص انفضي ايدك بقى منه واعلني ان انت مانش مسؤولة عن اي تصرف هو بتعمله خلاص الناس بتعرف ان ده مدمن خلاص بتعرف ان انت ملكيش زنب ولا ايجي يد بالعكس كتاب ان الناس بتتعاطف مع الشخص او مع الاسرة اللي عندها حد مدمن ولازم احنا نقول كده يا جماعة اركوكم ما تحملوش ما تزودوش الناس هم لما حد يكون عنده حد مدمن هو مش بالضرورة يكون هو اللي وصله لده اوقات كتيرة بيبقى اللي وصله لده صحبة السوق اوقات اللي بيكون وصله لده هو شخصيا عنده نمط شخصية عنده هشاشة نفسية ما قدرش يتحمل ضغوط ولا ما قدرش يتحمل بعض التصرفات ولا ما قدرش يتحمل الحياة اللي هو عايشها ولا ما قدرش يتحمل الصدمات فعشان خطري ما نقصوش على أسرة المدمنين ما لهمش زنب ما حدش لازم لما ييجا يبقى حد أدمن في أسرته ما نشاللش الأسرة كلها لأمر ده او ده نموذج احنا عايزين نتخلص من الوصمة بلاش نعمل كده عشان الحجة محمد تقدر تعيش حياتها يعني عندها الزنب ان ابنها كان مدمن فارجوكم ترفقوا بالناس انت اعمل اي يا حاجة محمد اول حاجة تشوفي حد يوصله الى انه يقتنع ان هو يذهب ويتعالج واحنا عندنا صندوق لمكافحة الإدمان في مصر وهو بيعمل شغل كويس جد فتواصلي مع الناس في الصندوق وشوفي هيساعدوك ازاي وهيبقى فيه خير كتير حاجة التالتة والأخيرة يبقى انت شوفي حد من الناس اللي مروا بالتجربة دي والرابط الرابط موجودة كتير وكمان نشوف الناس في الصندوق عشان يتوفر له مكان يروح في مكان رعاية مناسب اخر حاجة ادعيله في كل سجدة من سجدات صداتك كل سجدة من سجدات صداتك في السبعتاشر ركعة بتاعت الفرد ادعيله في كل السجدتين ادعيله في كل سجدة من السجدتين دولة المدة شهر وان شاء الله ربنا هيكرم ويبارك معنا الأستاذ الثانية يا فنديم سلام عليكم عليكم سلام عليكم يا فنديم انا حانت ستين سنة ما شاء الله وبعدين انا بربط قيتام من خمسة وعشرين سنة طي واخويا كل كان الجوزي مش شارك محاجو اخويا في محل في السير زين ودخل علينا يعني يعني بقى سابينه بقى لوا عشرين سنة واول مرة نقعد في المحل واخويا دخل علينا قصرنا وقصر ولادي وموتنا وحبسنا الرجل ده رجل كبير في البلد يعني تهجر كان اصلا كان ما كانش معالك كان بفتح بيبير منجي على كتف ودلوقتي اتغنى من دون ما نعرف كده ازاي ودلوقتي وبعدين خلينا نتكلم في الموضوع يا حجة حجة سنية وطبعا دلوقتي يا فنديم يعني اخويا ظلمني اعمل ايه اقرف ايدي كسين ولا اعمل ايه خد فلوسنا وبادلنا وقصر دماغ ابني وبادلنا بادل لا مش عارف اعمل ما ايه مش خيلوا حال المحامين انا ماش فلس المحامين طبعا المحام بتاعه بقوم ناقي بتاع السيرنا واحنا نزغل ما خلينا بس بص حاجة سنية اه يا فندي انتي دلوقتي احنا عندنا تلات طرق ملقومش رابع الطريقة الاولينية طريقة الاولينية هنجيب حد من الاسرة كبار يكلموه ان هو يراضي نبتدي بدا اسماعي بس انا اقولك تلات حلوم متدرجين كلا ماذا عبيب يبقى اول حاجة تعملي ايه تجيب كبار الاسرة ويعملوا ايه ويساعدوا في ده كبار قصة هم اللي وقلنا كبار قصة الكبير ده بتاعه تحماه هو اللي هو طبعا عاد اسماعين طيب ممكن تسماعين هو اللي مبهدلنا هو اللي يدسع المحامين حاجة سنية اسماعيني طيب اسماعيني طيب يبقى نشوف ناس من كبار هو العيلة مفاشغة كبير واحد بس هو كبير واحد هو حماه خلاص طب اسماعيني اكمل الاجراءات وزا ما كانوش كلهم نفعين ايه دي علي بس خلينا اكمل يا حاجة سنية لو سمعوا يبقى اول حالة تعمل ايه يا حاجة سنية اول حاجة ببساطة خالص تجيبي الناس كبار عشان يعملوا كده ليه عشان نعمل زي ما حدثت النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا نعمل ايه نتعاون على البر والتقوى نجيب ناس يعاونوه على بر والتقوى لان هو ما زال حتى الان اخوكي فنبتدي بدا طيب لأ حضرق بتقولي مفيش كبارات على فكرة انا محبش كلام الكلام العام ده اكيد ممكن نلاقي حد اتنين تلاتة ممكن نيجو ويكلموه بالحسنة احنا مخسناش حاجة لكن احنا ماشيين بنطلب حقنا بالهدوء وبي ما امر الله سبحانه وتعالى به دي اول حاجة تاني حاجة ان احنا نعمل ايه ان احنا نروح ونبلغوا ان احنا هناخد الاجراءات القانونية هو طبعا اذا ما نجحش الاولاني ده طبعا نقوله كده اتقول لي لي ولا بيهمه وعنده محامين وعنده فلوس طول ما انت حس بهذا الضعف طول ما انت حس بهذا الاهوان وانت صاحبة الحق واللي الله سبحانه وتعالى بيكون مددك وسندك طول ما انت حس بهذا الضعف لازم هو يحصل له كده انت لازم تبقي قوي وما تقوليش ان ان خلاص هو اخذ حق لا 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 خالص حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال واتقي دعوة المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب الحاجة التالتة امشي في طريق القضاء واطلبي حقك بالقضاء وما تسبيش حقك لو انت موجوع كل هذه الوجيعة وشايف ان انت لك حق اذهبي للقضاء واعملي ايه ودعي ربنا سبحانه وتعالى طول الوقت انه يكون لك يسند غير كده احنا بنقعد نتكلمه بس احنا لو كنا عايزين نوصل للحق هي دي الطرق الصحيحة للوصول للحق مش اي حاجة تاني لا انت تحب ان انت تجيب لحظة ملاحظات فلوس عشان تجيب بلطجية وتعمل ايها لا 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 خالص وهي دي الطرق السليمة الصحيحة للوصول للحق معنا الاستاذ احمد من اليوبية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السحياتي وتقدير لحضراتكم فريق عمل وحضراتكم الاستاذ الدكتور العالمي العلام الجليل الله يعز حضراتكم اتفضل اي استاذ احمد حضراتكم احمد ارب جنين اغرب شغرا سؤال بس عايز اعرف حضرتك من حضرتك نلقي الضوء على عقاب المتهرب من الخدمة العسكرية او من خدمة الوطن من اي موقع طيب حاضر يعني من منظور شرع الله عز وجل وسنة نبيان الحبيث صلى الله عليه وسلم طيب حاضر احنا عندنا شوية حاجات عقوبتها بتتدرج يعني الهارب من الخدمة العسكرية في الاوقات العادية غير الهارب في الخدمة العسكرية في اوقات الحرب الشخص اللي بيتهرب من الخدمة العسكرية في وقت الحرب بيبقى بيفر عند الزحف عند الزحف عند الحروب ودوة مرتكب الكبيرة الهروب من خدمة العسكرية حرام حرام ليه؟ لان الهروب من خدمة العسكرية هو الهروب من واجب اوجبه الله سبحانه وتعالى عليك عندما أمرك أن تحمي العرض وأن تحمي المال وأن تحمي الدم ولذلك النكوذ وترك هذه الحماية ده نوع من أنواع ماذا؟ نوع من أنواع المعصية ولذلك لا يجوش شرعا أن الإنسان يتهرب من الخدمة العسكرية أن التهرب من الخدمة العسكرية ده قد يوصل صاحبه أن يقع في الكبيرة ولذلك لا يجوش لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات دون ماله فهو شهيد ومن مات دون عرضه فهو شهيد يبقى حضرت النبي علمنا إيه؟ علمنا أن الحفاظ على العرض والمال دوت من الواجبات الشرعية وإلا لو ما كانتش واجبا شرعيا لما كان إذا الإنسان مات من أجله ومن أجل الحفاظ عليه ما يكونش شهيد ولذلك لا يجوش شرعا التهرب من الخدمة العسكرية وإحنا في يوم من الأيام يعني قريبا سنخصص حلقة للكلام عن مسألة وجوب والالتزام بمسألة الخدمة العسكرية السيدة منبراهيم من إسكندرية لا قاهرة من القاهرة اتفضح لي حضرتك بس كنا عندي تعالية فضلت الشيخ الحاجة اللي هي سألت إن هي مش عارس تاخد حقها بمس إخوتها أنا برضو لي حق يعني وأنا محتاجها وبقى لي عشرين سنة بجري وراه والحق ده حتى بعد ما زوجة وف روحت الجاية السيادية يعني في الدولة كبيرة وبرضي ما عارفتش أخد حقي بس بيبقى صعب على الواحد يعني هو أنا بقول حضرتك بس هي بقى صعب أنا بعد كده فوضت أمري لله يعني طيب أنا عايز أسألك سؤالي حاجة مبراهيم نعم السؤالي البسيط أنت وانت حاسة إن أنت عندك حق وطالبتي بيه وبزلت كل اللي أنت فيه كان ممكن إن أنت تغيري إحساسك بإن ربنا سبحانه وتعالى شايل لك خير كبير جداً جداً عنده أكيد أكيد أنا قلت ممكن إن هي لو جدت بقى ممكن حاجة وحشة لي لا لا أنا مش بحيبش دايماً إن إحنا نتكلم على إن إحنا الحاجة العظيمة والنعمة اللي عند ربنا نحولها إلى خوف لا خلينا نكلم بمسألة إن ربنا سبحانه وتعالى مش رايد لا ربنا رايد إن هو يعلم من درجتك ربنا رايد إن هو يخليك بهذا الثبات إن أنت وإنت بتتكلمي بتقولي إن أنت صاحبة خبرة صاحبة معرفة صاحبة حكمة صاحبة إحساس بإن أنت قلبك رقيق ومش ممكن تأذي حد كل الحاجات دي على فكرة كل حاجة فيها تتائل بالدهب وأنا مش بقولك وأنا مش بقولك إن إيه إن سيبك ومطالبتك بحقك لا خليكي بالطالب بحقك وفي نفس الوقت تكوني بهذا التوازن إن أنا مش معنى إن حد أكل حقي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم للشخص اللي الظالم قال فمن قطعت له حق أخيه فقد اقتطعت له قطعة من النار فليأخذها وليدعها طب وإن اللي حاصل طب وإذا صبر أخوه اللي اقتطع ده فقد اقتطعت له قطعة من الجنة فليفرح بها هو ده اللي لازم نفهمه من حديث الرسول اللي أرسل وإذن ذاك حضرت النبي قال إيه واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب فتخيالي كده المظلوم ده لو دعا إن ربنا سبحانه وتعالى يبدله مكان ما أخذ منه بيتا في الجنة الله في أكثر من كده يبقى هو ده معنى من المعاني اللي ربنا كفئك بيها واللي فتح عليك بيها نعم أستاذ أمال من إسكندرية عليكم السلام عليكم أستاذ أمال من إسكندرية عليكم السلام عليكم أهلا وسهلا ربنا يباركينا فيك يا رب أنا دلوقتي مطلقة وغذي طلقني لكن كان بيهديني فكان بيكبرني على الطلق يعني أنا ما كانش في نيت إن أنا عايزة الطلق لكن هو من هدم في وإن هو أنا في محفظة هو في محفظة يعني أنا كنت أرملة ولما جوزت بنتي وعيالي تقرغوا فجوزت عسم الجوزة أربع سنين هو طبعا اتغير بعد سنة أول سنة جواز طبعا ولاده كانوا بيعملوني وحش فهو ما يقولهم شعيب بالنديم راطي مثلا ولاده كبار كنت أطلب منه إن هو يقولهم عيب أو يقبر بني أو يقطرني بالعكس دكتور كان بيهديني طيب هو كان في محفظة وأنا في محفظة فهو أقبرني على الطلق أنا ما خدت شقوقي وكان بيقول لي إن أنت ناشي فأنا عايزة أعرف فهل كان أنا كنت ناشي ليه ناشي ليه ناشي يعني أنت سبت البيت ولا إيه اللي حصل هو كان فيه مشاكل طيب فهو بعد كده بقى يقول لي لأ أنت عوضي في بيتك وأنا أبقى جيل طبعا هو ممكن يجيلي بعد شهر بعد ممكن شهرين لا 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 لو هو في المحفظة وأنت في المحفظة وهو يجيلك بعد شهر هو كان عام متجاوز زوجها تانية لا مش ميجاوز هو مطلق طيب يعني هو مطلق ولكن ولاده معي ولاده كبار وأنا ولاده كبار يعني أنت أنت استني بس إسمائيل يا أستاذ زمال يعني أنت أنت وأولاده قاعدين في نفس المكان وهو ما يجيلكمش غير بالشهر والشهرين هو مع ولاده وأنا في سكندرية مع ولادي طيب أي لما أنا بقى كنت برسله القاهرة آآ كان بيحصل يعني زي مشاكل هو ما كانت الولاد كانوا بيريحون هو سؤال سؤال هو بيت هو بيت الزوجية هو اللي في القاهرة أي وبيت الزوجية هو اللي في القاهرة أنتوا عادتوا عادتوا اسمعيني يا أستاذ أمال عادتوا في بيت الزوجية فترة ولا ما عادتوش أصلا في بيت الزوجية ولا ما كانتش في بيت الزوجية أصلا لا أعدنا أعدنا أنا بقى لي أربع عامين طيب و سبت بيتي الزوجية لي أنا سبت لا أنا ما كنتش بسيبه إحنا كنا متفقين لأن أنا أولادي في اسكندرية يعني أنا أرملة طيب كان اتفاقكم طيب معلش كان اتفاقكم أن أنت تتواجد معه كل قد إيه في بيت القاهرة لا ما فيش اتفاق نحن رحين جاي مع بعض أنا أبشر أولادي وأشوف طلبتهم أخلص في اسكندرية وأروس القاهرة أقعد معي برضو و هو بقى مبشراء و مبشرى بيته و أولاده لكن بيت الزوجية هو الفقار بيت الزوجية أيوة هو الفقار طب ما استمرتيش ليه في أنك تروحي له بيت الزوجية فقار طب ما كان بيحصل مشاكل يا دكتور فكت بأن إيه بقى عين وعا المشاكل بقى عين وعا المشاكل نوع المشاكل إن الولاد ما كانش بيريح وهو بقى هي حتة الهدم اللي حضرت تتكلمت عليها في الأول إن أولاده ما كانوا بيعملوني وشش جدا و هو ممنوع أنه هو يقول لهم عيب قدامي لما أنت يتمشي وتخوشي بقى بيتك أبقى أنا أقول لهم لكن أنا و قلت لهم عيب أنا كده حكثر و لازل قدامي طيب أنا عايزة يكسرني أنا و ما يكسرش اللي طيب أنا عايزة أسأل سؤال هل أنت كنت بتخافي على على سلامتك هل بتخافي على إن يحصل لك حاجة نفسية ولا حاجة هو حصل لي فعلا بالفعل حاجات نفسية كتير و كنت بنزل تعبانة طيب إذا كان فيه مبرر للحفاظ على النفس إذا كان فيه مبرر للحفاظ على النفس سواء النفس بمعنى النفس أو النفس بمعنى الصحة أو سلامة الجسد فيجوز لكن أنت تسيبي البيت ده لكن إذا ما كانش فيه ده و أنت كنت خرجت عشان تعقبيه أو خرجت بلا سبب أو خرجت أسأل اللي طيب أستاذ أمال أنا شوفي أن أسماتك قديه يعني أن الفاتوة ما هي السهلة و فتاوة الكلام عن النشوز و فتاوة دي كلها فتاوة محتاجة أن الواحد يفع إذا كنت أنت خرجت بسبب لحفاظ على سلامتك فده ما فيهوش نشوز الأمر الثاني أن أنت على ما اتفقتم عليه يعني فيه جزء أنت متفقين عليه أنت متفقين أنه مثلا يجي لك مرة في الشهر مرة في الشهرين متفقين أن أنت تعوضي معه تباتي الويكيندي أو تباتي كذا على ما اتفقتم عليه يبقى حاجتين إذا أنت تركت البيت لشيء فيه خطر على صحتك أو خطر على سلامتك فده مش يبقى إسمه نشوز لكن إسمه ما ده؟ إسمه ارتكاب أخف الضررية الحاجة التانية لو أنه كنتوا كنتوا متفقين على أن أنتوا تروحوا وتيجوا على بعض وبعدين أخلي بالاتفاق ده اللي أخلي بالاتفاق ده هو الظالم للتاني فلابد أن احنا نتقل الله سبحانه وتعالى في أنفسنا فاصل ونرجع نكمل أسئلتكم المباركة رجعنا لحضراتكم معنا الأستاذ هيبة من القاهرة أستاذ هيبة أهلا وسهلا يا صندم أخبار حضرتك الحمد لله نعمة وفضل يا شيخ أنا كنت عايزة أسأل حضرتك على حاجة دلوقتي في متصلة اتصلت بحضرتك في البداية وكلمتك عن ابنها المتمن وأنها بتحاول أنها تصلح حاله رأي الدين في أسرة عارفة أن ابنها متمن وبتزوجه زي كان متعددة يعني أنا كنت الثانية وهو حاليا نتكاوز اللي قبل تطلقت وبيشكعوا على كده وبيظلموا البنات وبعد كده كمان طبعا هاتكونت بتتكلم في موضوع الوصمة يعني أنا حاليا طبعا مطلقة بتون أي يعني أنا كنت شعي تطلق لكن هما لما الأمور كبرت شوية وصل الحال أنه هو يقوم مني أنا تحليل بتل عنه عشان يقدمه للمكان فوصلت مرحلة صعبة خلاص نغيره وفعلا خلال ست شهور من بعد صلاة هو راح تجوز وأصلت أنا بوصمة المتلقة في المجتمع وحاليا طبعا أنا أنا بأجل في المجتمع يعني مثلا يتقدم بقى أو كده أنا تتجوز عندك أولاد منه؟ عندك أولاد منه؟ لا الحمد لله طيب أنت قلت إيه؟ لا يا فندم الحمد لله قلت الحمد لله صح؟ أه الحمد لله شفتي أن الله لطيف بعبادي؟ تخيالي تخيالي لو أنك أنت عندك أولاد أعرف يا فندم والله بس هي الفكرة في الواجع والظل لا أنا لسه أتكلم أكلمه أسرته بس أنا أكلمك أنت دلوقتي أنت دلوقتي الحمد لله عشان نقدر نكمل حياتنا عشان ما تبقاش حياتنا كلها إيه اللي حاصل فيها؟ اللي حاصل فيها إن إحنا بنكرس في نفسنا الوصمة أنا عايزك أنت بتتكلمي كده تكوني فردة ظهرك وحس بنعمة ربنا عليك إنه أخرجك من وحلة أنت ما كنتش ممكن تقدر تستحمليها لازم تحميدي ربنا بقلب مليان بالنور والامتنان لمولاكي إنه هو أنقذك أنت مش ممكن تتصوري حياتك ممكن كان يكون فيها شقاء إيه لو كملتي فلذلك أنت على مستوىك أنت الشخصي حميدي ربنا على مستوى بقى التجربة لأننا إحنا ما بنحبش الشخص دايما اللي بيعيش في ماضي اللي بيعيش في ماضي وما بيقدرش يشوف تحت رجليه وما بيقدرش يشوف مستقبله وعشان كده سيبك من الماضي دلوقتي وتعالى نتكلم عن المستقبل نتكلم على باب مفتوح من المدد أنت مش أنت الظلمتي الله سبحانه وتعالى إذا كان بيسمع دعوة المظلوم ولا يجعل بينه وبين الله حجاب ولا يجعل بينه وبينه حجاب فأنت لازم تفهمي بشكل واضح أن أنت مددك وسندك ربنا خطاب معلش وصمة إيه اللي تمنع لطف الله اللي ينزل عليك كده وصمة إيه اللي تخليك تحسي أن أنت من غير سند والباقي معك ما ودعك ربنا معاك ما تمشيش في الحياة كده أنت ربنا معاك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان توكل على الله ويسيبك من الكلام ده كله أما أهله فأنا بقول لكم الجواز مش علاج للإدمان ما تدورهش على حد يحتويه ويتعامل معاه زي أمه ابنكم عنده عدوى عدوى إنه هو بينشر الألم والواجع في وسط الناس ابنكم بقت بؤرة من اللهب لازم تطفي إحنا دايما بنقول حتى في الأحوال العادية مش في أحوال كمان الإدمان بنقول بنقولي الاتزان قبل الوزن ما تجوزوش حد عشان يستقر يا أولاد ما فيش الجواز مش أدى للإستقرار الجواز أدى للعايش السعيد فاللي بيجوز حد عشان يستقر هو بيدحك على نفسه الواحد يتجوز وهو مستقر لأن ده من أول لحظة أول ما بيتقفل الباب بياخد قرارات أول ما بيتقفل الباب بيعمل إنسان ليه جوه من جوه عنده نفسية ممكن تكسر ممكن يكسر خاطر حد ممكن يوجعه ممكن يأذيه إذا مش ممكن يتصلح مرة تاني فإزاي إحنا نجعل ناشي غير مستقررين نفسيا يتجوزوا أول إحنا فيه دعاوة إن إحنا يبقى عندنا قبل الجواز حاجة اسمها شهادة للسلامة النفسية ليه عشان إحنا مش بنجوز بنبعد واحد بس البعد المالي ولا البعد الفكري تقول لي ده ذاكي جدا ذاكي بس هو وحش من جوه ملتهم من جوه سقب أسود بيبلع البشر اتقوا الله في بنات الناس اتقوا الله في بعض لأن يكسر إنسان أو هدم إنسان ورعازه بالله كبيرة من الكبائر اتقوا الله في الناس وأنا بقول لكم لموا بلاوي ابنكم عن الناس بإيه بإن أنتوا تحاولوا تصلحوا حياته بدل ما تحاولوا تنقلوا فساد حياته على حياة الناس أستاذ سيدنا الشرقية السلام عليكم أفنة عليكم السلام عليكم أفنة تفضل أفنة كل سنة حضر السلام وإنه يا دكتور نيس غسلوا فيها أنا عشيز ركيب شرطة الداخلية طيب وكان ربنا سلامت مرض سكر طيب إيه رأي حضرك يا أستاذ سيد إن أنا أسمع أسمع الكلام بتاع حضرتك ده على التليفون ولا أنا أقدر أعمله لحضرتك أتشرف فيه إن شاء الله يا أستاذ سيد يا سيدة يا سيدة إحنا بنتكلم في قضية مهمة جدا قضية محتاجة إن إحنا ننظر إلى تنشيئتنا نظرة مختلفة شوية على فكرة في بعض الناس بيتصوروا إن الهدم ده ده نقطة وهتقف أنا حاولت حاولت أستعمل الهدم مع ابني عشان أربيه وهتقف عند ابن أبداً الهدم ساعات بيدخل في جينات الإنسان فيبقى كده فيه تسلسل للهدمين اعرف إن أنت أو بتمارس الهدم مع ابنك أو بتمارس الهدم مع زوجتك أو بتمارس الهدم مع بنتك أو بتمارس الهدم مع بنتك آه أنا نسيت أقول لكم ساعات كتيرة الستات بتمارس الهدم مع بناتها قال إيه؟ عشان تحافظ عليهم من الاخترار وإن هما يمشوا ماشي بطال على فكرة الهدم هو الماشي البطال مش إنك أنت تهدم مش إنك أنت تهدمي بنتك عشان ما تمشيش ماشي وحش أنت اللي ماشيك بطال أنت اللي بتكسريها أنت اللي بتخليها تحس إن هي لا تسق بنفسها فعشان كده تستسلم بنفسها الأمارة بالسوق لا تكونوا عاون لأولادكم العاون لأنفس أولادكم عليهم توقفوا عن الهدم فإن الهدم لا يأتي بخير توقفوا عن الهدم عشان نجفف منبع من منابع التطرف والإرهاب توقفوا عن الهدم لأننا مكلفون بالعمران والبناء توقفوا عن الهدم لأننا نحب الحياة توقفوا عن الهدم لأن الله يبني ولا يجوز لنا أن نهدم توقفوا عن الهدم لأن الهدم شر كله يا رب اجعلنا على الدوام من أهل البناء ومن أهل الرشد وأي حد مورس معه الهدم بقوله قوم وياك تصدق كدب الوجع والألم إن الحياة بتموت وإن الفرح اتخنأ وإن السعادة تعجز لما الزمان بيفوت وإن الزمان والشكالح مليان سواد والهم فيه مكبوت كل الأكاذيب دي يا صاحبي تدوب لما ييك الصبح وفي إيده طبق القود كل يوم الصبح ييجي ويا شنطة فرح شنطة هدايا وحنان تداول لتجرح يمسح بنور وفوق قلوب المحتاجين تطرح منح الصبح يا صاحبي مش مجرد نور الصبح باب جديد للحياة وتفتح يا رب افتح علينا كل أبواب النور وجعلنا من أهل التقوى ومن أهل البصيرة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين